فيما يواصل حزب الله حملات التجن بحق المملكة العربية السعودية فهو لجأ أيضاً لاستخدام الأبواق الأعلامية المأجورة لديه في سياق حربه ضد المملكة الواقفة إلى جانب القضايا اللبنانية والعربية كتلة المستقبل النيابية رفضت حملات إعلام حزب الله السياسية والشعواء هذا فضلاً عن كونها ومن جهة أولى تخالف قانوني المطبوعات والعقوبات اللبنانيين وتخالف ما درج عليه لبنان في طريقة وأسلوب التعامل مع شقائه العرب الذين لطالما وقفوا إلى جانبه وساعدوا في كل مرة كان بحاجة إلى المساعدة من جهة ثانية وبكونها أيضاً تعرض مصالح لبنان واللبنانيين للخطر وتجعلها عرضة للضغوط وردود الفعل من جهة ثالثة كتلة المستقبل وصفت تصرفات حزب الله وأعلامه بالمعيبة وغير المسبوقة وغير المقبولة والقراءات اللبنانية تؤكد استحالة أن يسمح لحزب الله بتمرير محوره الإيراني في لبنان المملكة العربية السعودية هي موقف من بعض المحاور في المنطقة وحزب الله منتمي إلى هذه المحاور لذلك يحاول بتوعية الحال ربما أن يعبر عن مرجعيته الخارجية لكي يرسم لها سياسة في لبنان لكن باعتقادي أن هذا الأمر مستحيل جداً لأن العلاقات القائمة بين لبنان والأشقاء العرب بالتالي هي أكبر من تورط أي محور كتلة المستقبل طلبت الحكومة والسلطات القضائية باتخاذ الإجراءات القانونية لمواجهة هذا التجاوز لحدود قانوني العقوبات والمطبوعات من جانب أعلام حزب الله حزب الله يعمل ويسعى لتخريب علاقات لبنان مع عمقه العربي ولبنان يؤكد في المقابل أنه عربي الهوية والانتماء وهذا ما تجلى في الزيارة الأخيرة لرئيس الحكومة سعد الحريري إلى المملكة العربية السعودية مرسل كرم الإخبارية بيروت